في مجال رعاية الاجتماعية والحقيقة يمكن سهاج كانت دائماً بتعد من المحافظات اللي بتصل فيها نسبة الفقر إلى أعلى مستويات على مستوى الجمهورية فكان هناك تركيز الحقيقة من الحكومة ومن وزارة التضامن وكل المؤسسات على تقديم العديد من الخدمات لهذه المحافظة وده اللي انعكس الحقيقة في العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية مبادرات فخامة الرئيس الصحية كان دائماً سهاج لها نصيب الأسد فيها المبادرات الاجتماعية كل الحملات الطبية الحقيقة كانت سهاج لها نصيب جايج جداً من هذا الشأن ولكن يمكن أحد أهم البرامج اللي الدولة المصرية متبنيها وهو برنامج تكافل وكرامة الحقيقة وصل الدعم النقدي منذ يناير 2015 حتى الآن إلى حوالي 11.5 مليار جنيه لـ 324.5 ألف أسرة في محافظة سهاج وهذا الرقم ببساطة شديدة كحزبة تقريباً إحنا بنتكلم على أكتر من ربع الأسر اللي موجودة في محافظة سهاج ده بخلاف الحقيقة تقديم الخدمات لزاوي الأعاقة وأيضاً قروض لمشروعات الصغيرة من خلال وزارة التضامن والبنوك اللي وصلت لحوالي 212 مليون جنيه ولكن أيضاً الحقيقة كان دايماً هدفنا من خلال الـ 212 مليون جنيه أن نحن نوفر فرص عمل من خلال تشجيع إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة عشان تخدم الأهالي والأسر الصغيرة وبالذات في القرى والمناطق البعيدة علشان يقدر نخلق لهم فرص عمل وبالتالي نشجحهم على الاستمرار في التواجد بدل من الهجرة الداخلية أو حتى الهجرة الخارجية خارج مصر دائماً كانت مشكلة وتحدي المناطق الصناعية في الصعيد على الأخص وحتى يمكن في وقت من الأوقات الدولة كانت أخدت قرار بتوفير الأراضي بالمجان ولكن ما حصلش تنمية حقيقية في هذه الأراضي وده كان نتيجة لغياب البنية الأساسية في هذه المناطق وعشان كده يمكن كان تركيز الدولة المصرية آخر أربع سنوات على توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية وعلى الأخص اللي في الصعيد وده نموذج النهاردة للبنية الأساسية الكبيرة اللي بتتعامل لمحطات المياه والصرف الصناعي والصرف الصحي في غرب جرجة وغرب طهطة واللي النهاردة مكلفت دولة 2.4 مليار جنيه عشان دي كلها في الآخر يتعامل فيها المصانع وتدخلق الفرص العمل لأهالي محافظة سهاج ولكن هناك أيضا المشروع اللي بتبنيه فخامة الرئيس بإنشاء عدد من المجمعات الصناعية اللي النهاردة عندنا حوالي 15 مجمع على مستوى جمهورية ومنهم هذا المجمع في منطقة غرب جرجة اللي النهاردة أصبح جاهز والنهاردة إن شاء الله بيفتتح بوجود فخامة الرئيس واللي فيه بيتكون من 178 وحدة صناعية بتكلفة تقترب من المليار جنيه عشان يوفر أكتر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سهاج مرة أخرى وده الحقيقة بيتعمل على أعلى مستوى من الخدمات والمرافق والبنية الأساسية ومباني الخدمات ومباني التسويق ومركز خدمة المواطنين بتبقى منظومة متكاملة موجودة في هذه المجمعات والحقيقة جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أيضاً كان ليه درب وإسهامة مهمة جداً في سهاج بتوفير 2.4 مليار جنيه في سورة قروض استفاد منها 117 ألف مشروع أتاحت 177 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة سهاج وهنا بنتكلم فعلاً على مشروعات متناهية الصغر ممكن يبقى فرد واحد هو اللي بيعمل هذه المشروعات ده بخلاف أيضاً منح أخرى وصلت لـ 230 مليون جنيه استخدمت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب الحقيقة كان وزارة للصلاة أيضاً بالتعاون مع جامعة سهاج في طوق دعم وتشجيع الشباب وبالذات فكر ريادة الأعمال والمشروعات الجديدة التكنولوجية تم إنشاء المجمع التكنولوجي بجامعة سهاج بتكلفة 78 مليون جنيه علشان يدعم الطلاب برواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة علشان أن هم يقدروا يستمروا ويعملوا مشروعاتهم بنجاح في خلال الفترة القادمة